أسعدتم أوقاتاً أيها المفكرون الصغار سيكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف التا الآن سوف أقوم بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية أريد منكم الانتباه إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف التا بيت جدي قال سكر زرنا بيت جدي لعبنا تحت شجرة التفاح أحضرت جدتي عصير التوت قالت سمسم كم أحبك يا جدتي إذن الكلمات التي يوجد فيها حرف التا هي بيت تحت شجرة التفاح أحضرت جدتي أتوت قالت جدتي إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف التا هنا عزيز الطالب أريد منك أن تقوم بوضع خط على الكلمات التي تبدأ بحرف التا والكلمات التي تنتهي بحرف التا إذن يكون هكذا شكل حرف التا في أول الكلمة التا الذي لونه أزرق مثل كلمة تاج تاج في أول الكلمة تا تا توت هنا هنا تتا في أول الكلمة بيت هنا توجد التا في أول الكلمة بيت هنا التا في أول الكلمة هنا ستقوم بكتابة حرف التا عن طريق تتبع النقاط لذا أريد منك أن تكون طالبا مبدعا في الكتابة وأن تكتب حرف التاء بطريقة منتازة سوف أقوم هنا بقراءة هذه القصة وأريد منك أن تكون طالبا مفكرا ومتعلما وأن تنتبه إلى الكلمات التي يوجد فيها حرف التاء وتنتبه أيضا إلى أننا نتكلم عن الطعام الصحي وتميز الأكل الصحي تامر يحب الفاكهة ذهب تامر مع والده إلى بستان الفواكه في البستان رأى تامر شجرة تفاح وشجرة تين شجرة توت ونخلة بها تامر إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف التاء ترجمة نانسي قنقر